اشتركوا في القناة ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه المنشاة الارهابية ازاء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي نفذتها واكد ان الحوتيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة ارهابية اجنبية ليس فقط لأعمالهم ارهابية ولكن ايضا لمساعهم الدائمة لاطالة امد الصراع وتسبب في اسوأ كارثة انسانية في العالم وفي وقت سابق علنت الخارجية الامريكية عزمها تصنيف الحوتيين منظمة ارهابية وفرض عقوبات على ثلاثة من قادتها وقال وزير الخارجي الامريكي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة ستصنف ميليشيات الحوتي جماعة ارهابية ووضع عبد الملك الحوتي وعبد الخالق بدر الدين الحوتي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الارهابيين الدوليين موضحا في بيان ان الخارجية ستختر الكونغرس بذلك وفي تغريدة لاحقة لبومبيو على تويتر اشار الا ان القرار سيدخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري هذا وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي ان ايران كشفت عن وجعها الشديد حيال اعتزام الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوتي منظمة ارهابية ووصف بادي في تصريح صحفي رد فعل ايران بانه ينم عن وجعها الشديد باعتبار الحوتيين ذراعا للحرس الثوري الايراني واعتبر متحدث الحكومة ان اعتزام الولايات المتحدة تصنيف الحوتي منظمة ارهابية يخدم القضية لافتن لأهمية تلك الخطوة في توجيه أنظار العالم إلى جرائم الحوثيين باليمان قال الناتق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد المجلي إنما يتعرض له أبناء منطقة الحيمة بتاعز حرب إبادة وأشار مجلي في تصريح لموقع الجيش سبتمبر نت إلى أن هذه الجرائم دليل آخر على أن الميليشيا الحوثية المتمردة والمدعومة من إيران جماعة إرهابية وتشكل خطورة على الشعب اليمني وإن الحديث عن سلام معها مجرد إعطاء الفرص لها لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين وأكد العميد مجلي أن الحسم العسكري هو الحل لإنهاء جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين اتهم مصدر حكومي ميليشيا الحوثي بعرقلت جولة جديدة من المشاورات بشان الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة ونقلت وكالة أنباء الصين شينخوا عن المصدر الذي لم تسميه قوله أن جماعة الحوثيين عرقلت الذهاب إلى جولة المشاورات من خلال عدم الإيفاء بالتزاماتها بما يخص استكمال الصفقة السابقة والتي تمت في اكتوبر الماضي وأوضح أنه تم الاتفاق في الجولة السابقة من المشاورات على أن تتم عملية التبادل حينها لأكثر من ألف أسير ومعتقل وأن يتبع ذلك إفراج الحوثيين عن 11 معتقلاً خلال فترة شهر وهو ما لم ينفذ طلبت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة من ميليشيات الحوثي تمكينها من الوصول إلى مواقع التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة وقالت البعثة في بيان أنها طلبت السماح لها بالوصول إلى مواقع النشاط العسكري الأخير للتأكد من الوضع ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل والحد من العنف والتأثير على المدنيين أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء مريس شمال محافظة الضالع وأقل مصدر عسكري أن قوات الجيش في جبهة مريس تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع وتصوير في سماء المنطقة وخلال العمل منصرم تمكنت قوات الجيش من إسقاط 104 طائرة مسيرة وفقا لإحصائية موقع وزارة الدفاع سبتمبر نت نهاية المجازة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة